في سؤال ذاكي لمحته الآن مرتبط بالأضحية سأل الكريمة أسأل ويقول هل ما زال شرط العمر مع وجود التسمين الآن وفكرة أنه ممكن تكون الذبيحة حالها كويس وشيلها لحم لكنها لم تبلغ السن المشروط أين كان بقى عمرها بقى سواء كان في الأغنام وطبعا حديث النبي لا تجزي إلا مسنة ويعني السن ستة أشهر للغنم وسنة للمعز وسنتان للبقر وخمس سنوات للإبل وأنا في الحقيقة بحثت هذه المسألة بحثا طويلا من سنوات طوال رأي جمهور الفقهاء الاهتزام بالسن لا تلمني في نص للأمانة العلمية للأمانة العلمية لكن تربية الحيوانات لم تعد مجرد سوائم ترعى كلأا وعشبا في صحاري مترامية فيها ندرة من حيث الماء ومن حيث الكلأ والعشب ولك أن تقارن بين أحبتنا الذين نسميهم عربا والذين يسرحون بأبقارهم الهزيلة الهزيلة وبين الذين يهتمون بتلك الأنعام في حضائر معينة مكيفة وتعمل معاملة طبية بيطرية رائعة وتقنن المقادير الغزائية من العلف تقنينا مدروسا رائعا بحيث تأتي الزبيحة أو البهيمة ابنة سنة كأنها ابنة خمس سنوات صحيح عند من يرعى بها في الأراضي وعلى الترع نعم وعلى المصارف فالدنيا تغيرت في الحقيقة فيما يتعلق بذلك الأمر ولذلك أنا لي ضابط في المسألة فضل إذا قال أهل التخصص أرباب التخصص والخبرة في اللحم والزبح هذه الزبيحة طيبة اللحم وتصلح وكانت سمينة وافرة اللحم ابنته سنتين إلا قليلة كانت أفضل بكثير من ابنتي سنتين لا أنا أقدم الأولى على الثانية لوجود المنفع بدون شك لأن الخير سيعمر ربما يعترض البعض لكن ده رأي فقهي ورأي فقهي موجود إنه يستسنى شرط السن إذا كانت وافرة اللحم سمينة وكانت أجود من غيرها برأي أرباب الخبرة والتخصص بارك الله فيكم دكتور برأي أرباب الخبرة والتخصص بارك الله الله قدرك دكتور رفع الله قدرك